السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في مطبخ السيما كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وفي احسن الاحوال وانتما كتاهدوا معي هذا الفيديو اللي بحول الله سنتقسم معكم فيه جديد فطائر المقلات او الكرب المالح بدون زبدة او زيت بشكل جديد كي يجي مقرمس وحس في نفس الوقت وايضا بحسوة الي يلديدة واقتصادية فكتبنا متبخلوش علي بتشجيعاتكم ومتعلقتكم الطيبة ووصلوا معي الفيديو الاكبر عدد من لايكات وبرتجوه مع معارفكم اتصدقائكم من ضم القناة الي اعجبكم محتوي الوصفات الي كنقدم خليكم مع المقادر طريقة تحضير فرجة ممتعة فكمدوا بسم الله بمكونات الحشوة كنحتاج الحبة كبيرة من البصل اللي كنقطعوها المكعبات اليه صغيرة ويلا عندكم البصل الابيض او البرو فديرو فوماك يكونوا احسن في المدق ديرهم كندفع عليهم ملعقة كبيرة من الزبدة كندفع عليهم ايضا القليل من الملح دائما على نار ليه مهيله من ديروش نار ليه مجهده باش هكما تختفش نار بصله وتتحرق من بعد كندفع عليهم ايضا نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود كندفع عليهم واحد شوية ديال الزعتار وممكن تعاوضوه باي نوع من الاعشاب المناسبة اللي متوفره اليكم اضعونا ايضا واحد من نكهف هذا الحشو نحرك هذه المكونات جيدا ونبقى مرة مرة كنحرك فيهم بحالك باش مينسقوشي فقع اللي الاناء ونضج لي هذك البصل ويو اللون ديرو شفاف انا غادي نطيبو هنا يا غير نسي طيبة غير يدخله الطياب علي باش ندفع لي باقي المكونات من بعد ما كنمجوه بحالك جيدا باش يتلبس ليه بالزيت و بالمنح والفلفل الاسود والزعتر سوف نضطع عليه ونجعله وكيف تحرك لكم مرة مرة تحرك يعني لا تجعله حتى يتحرك ويلسق في القعر للإناء من هنا يجعل اللون البصر في حالك شفاف وكيف تبلينا نص طيبة لا نجعله حتى يتعسل تماما غير تبلينا هكذا يدخل الطيب كنضيف هنا انا اضفت 20 جرام صدر الدكرومي ممكن تعوده بصدر الدجاج ممكن ضعفه ايضا الكمية لابتو كمية اكتر كنضيف لها ملعقة كبيرة مملوئة من زنجبيل كنضيف القليل من البودرة التوم والناس اللي غا يديروا التوم طريح حيدوا له ذاك القلب ديالو عاد بشمعكوه وضيفوه لا تضيفوش هكاك لان ذاك القلب ديالو كيكون مجهد بزاك وكي تغاعلها هذه الحشوة سنضيف ايضا العصر ديال نصف حامدة تقريبا واحد الملعقة كبيرة اللي هي مملوئة من كترش بزاك وش مدينة محمدة الناس اللي عندهم توابيل الشوار ما ضيفوها سوف نضيفوها تقريبا واحد طعم اضافي وكي تزيد تلدد لين هات الحشوة أنا بغت نضيفها معاكم هكا يعني بلي متوفر عند كل السيدة لذلك ما ضيفتهاش ولكن كتبقى خسيرية الى عندكم ضيفوها من بعد ما كنا نضيف المكونات كنضيع لهم ونخليهم حتى ينضج لي هاداك الدكا الرومي ودائما النار تكون مهيلة باش كي يتلقى هاداك العسارة ديالو وكينضج لينا مني كنحصل عليه بعد شكل هادا كنراقب الطهي ديالو كالقهصافي ينضج سوف نضفع الهدابة علبة من الفتر اللي عندي مقطع المكعبات اللي هي صغيرة بالنسبة للناس اللي ما متوفرش لهم الفتر يعودوه بالزيتو الأخضر حتى هو يقطعوه مكعبات صغيرة ولكن دائما الفتر كي يبقى افضل سوف نمزجها جيدا مع هادا الحشو هادا ونخليها المدة دي لواحد خمسة دقيق مع التحريك باش هكا كتتشرب وكي تحلي هاداك الفتر اكتر وما كيبقى الشد في راسو الناس اللي غاديوا الفتر الطريق اضافوه فمعا الدكرو مفجد فينا في الأول باش هكا كي نضجينه وكي طيب من بعد غادي نضاف علبة ديالي وطبيعي اللي ممكن تعودوها بالكرامة ديال الطبخ الخاصة بالطبخ بالنسبة للعلبة ديالي وطبيعي اللي استخدمت بدون السكر الوزن ديالها مية وعشرة جرام نضاف علبة كاملة ونضافع لها هنال قطعة من الجبن المثلت باش هكا كنستطع انا نعوض هذيك الكريمة ديال الطبخ واجينا الحشو الديدة غادينا ننزج هادا المكونات وانا كنا ننمعكف هذيك القطعة ديال الجبن باش هكا تدوب لي في الحرارة ديال المقلات وتعلق لي الحشوه من بعد فهذا المرحلة هذي غادي نضاف ملعقة صغيرة من الدقيق الابيض وغادي نمزجها مع هذي المكونات باش تختار لنا هذيك الحشوه ايضا واجي نفح لنا بشامل يعني كتجي واحد الحشوه اللي هي لديه بزاف وكتجي معلكة بهذا المكونات هذي والناس اللي غايد ديروا الكريمة ديال الطبخ ما تحتاجوش تلظفوا للا الدقيق الابيض ولا الجبن المثلة تلظفوا فقط الكريمة ديال الطبخ غادي نمزج المكونات على نار اللي هي مرتفعة ومقا كنحلك فيها حتى تتعلق لي كيف كتشوفو كتختار من بعد ما كتختار لي بهذا الشكل هذا غادي نوضعها جانبا نخليها تبرد وننزل نكمل باقي المراحل اللي التحضير بالنسبة لخليط ديال الكريمة فغادي نحتاجو جوز حبات كبيرة من البيض يكونوا طبعا بدرجة حرارة الغرفة كنوضعوهم في واحد الإناء من بعد غادي نضافعوهم من قليل ملح تقريبا واحد ملعقة صغيرة غير مملوقة كنا نمزجها مع هذا البيض جيدا حتى كنحل هذا الزلال ديال البيض يعني ما كيبقاش لي البيض متكتل عالباش من بعد كنضاف نصف لتر من الحليب مزجوا البيض دائما في الأول مزيان عدفوا الحليب من كيمساج ليا الخالط كنضاف هنا الدقيق نضاف جوج كؤوس ونصف من الدقيق ما يعادل 250 غرام نضاف الكأس الأول نضاف عليها كيس الخاميرات الحلويات 8 وزن 8 غرام و نضاف الكأس ونصف الثاني ديال الدقيق للكمية بالقرام 250 غرام سوف نمزج هذه المكونات بهذا الشكل هذا نحاول اننا نخلطهم مزيان ممكن ندرهم في الخلط ديال العسر ممكن نطربهم بالطراب الكهربائي انا استخدمت غير الطراب اليداوي وبقيت كنمزجهم حتى ما بقاش حيندي دقيق متكتل من بعد كنجيب واحد القرعة على هات الشكل هذا ممكن نستخدم اي نوع ديال القرعة اللي متوفر ليكم ممكن ندروا هادوك ديال الليسوس سوف ندر معاكم هكا بقرة عادية للماء اللي عندي خاوية ندر فيها واحد دواز و نبدأ نملأ فيها واحد جوج حتى ثلاثة المغارف من هاداك الخالط السائل اللي حضرنا بالنسبة للناس اللي غيصوروا نيوش علش مدرش الزيت و علش مدرش زبدة أنا هذا هو المكونات اللي كندر في العادة في الكرب المالح ما كندرش فيها زبدة او الزيت مني كان ملأ القنينة كان ناخد واحد الغطاء واحد سكين اللي كندوز على النار و كان ناخد هاداك الغطاء ديال القنينة و كاندير فيه واحد تقب في الأعلى دياله واحد تقب ليكون واسح شوية يعني ما يكون شرقيق بزاف باش هكما شي غدين نخرج شعرية ديالكن فاحنا بغنا هادوك الخطوط يجون باينين كاندير واحد المقلات اللي خاصة بالكريب اللي شكون غير لاسيقة ندير على النار و كيف كتشوفوا النار اللي غادين ندير على في الأول تكون مهيلة كناخد واحد الكمية من الخالط ديال الكريب تقلب واحد المغرف و غادين ندير بحالك في النصف ديال المقلات مانديراش في المقلات كلها غير في النصف راكندون الصورة موضحة أكثر و كذاك النصف الثاني كندير علي خطوط بهذاك السائل ديالكريب اللي عندي في القنينة كندير خطوط بحال هاكا من بعد غير كينشف لي هاداك الخالطوط رفيزا كينشف كندير عليها هاكا واحد الكيمية من الحشوة ما تحتاجوش انكم تقلبوه لانه راكي طيب و كيجي طيب من داخل و من برا كندير علي واحد الكيمية ديال الحشوة كندير واحد القطعام ديال الجبن ناس اللي متوفر اليوم جبن المتزاري اللي فضيفوه و غندفوه معاكم انا فيما بعد كيفية جبن الكريمي و كنبدأ نطوي فيها بحالة ندير السيغارات كنبدأ نطويها من هالطرف كتجيم لمنطاع هذه الحشوة و في نفس الوقت كتجيم زينة بهذاك بحالة الدونتال كي يجيح لبرا من بعد ما كنا نمشي حتى الاخير بهذا الشكل هذا كندير المقلات شوية ديال زيت اللي مخلوط مع الفلفل الحار و الفلفل الحلوي يعني السوداني والتحمارة كندوس في هادا الكريب جنسي حتى تتحمر لها غير هادا الدونتال اللي على بره هالك تحمر بزيف سياس يجيح لما يحدث جمالية هاذي نكرر ان نفس العملية دائما ندير الخالة ديالكريب في النصف ديال المقلات و النصف المقابل كتدير فيها كخطوط من هادا الخالة ديال كرب اللي عندنا في القنينة نضع الحشواء من بعد أن ننشف الخليط في المقلات لا ننشف حتى يتحمر كثيرا نضع كمية الحشواء وفق الجوب المتزارة نضع الجوانب المتقابلين من الأولين ومن بعد أن ننشف من الجهة المقابلة للجهة المقابلة نضع الجوانب المتزارة نضع الجوانب المتزارة ونضع المقلات بالقليل من الزيت نضع الكريب ونضع الجوانب المتزارة لا تستخدم الكريب المتزارة نضع الجوانب المتزارة لنضع الجوانب المتزارة من يجب أن نفعل الحبة الأخرى مسحوها بمقلاد بشي منذ الفازق لكي يخفض لها الدرجة الحرارة وهكذا لا تكسر لكم بالنسبة لهذه الحسوة فكتقدم سخونة كيف لا يمكن أن تقدمها حتى باردة غير بالنسبة للناس يجب أن يسخنوهم فكتشعلوا المقلاد قبل الأفطار أو الفرن وطفوه وكتدوزهم في الفرن بحلقة غير يرجع لهم الصهد وتقدموه كانت من الفيديونا الإعجاب لكم كيف لا عدد تشجعني بلايكاتكم وتعليقاتكم الطيبة نشكركم دائما لدعمكم وحبكم ووفائكم الله يديمه محبة بيناتنا ويبارك فيها إن شاء الله خليت لكم الراحة إلى الملتقى مع وصفات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته